بعد ما اعتزل ويت لمدة سنة رجع نزل فيديو جديد بعنوان هانديكام فأنا في الفيديو ده حامل رد تفاعل على فيديو ويت وهو بيلعب هانديكام فأوكي معاكم مازن برد تفاعل جديدة قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب ما تنسوش إنك تصالوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يلا نبدأ الفيديو طبعا بقى يا شباب عنوان الفيديو هانديكام فأنتو حتشوفوا ايد ويت دلوقتي وهي بتلعب على الكيبور طبعا بقى الانترو اسطوري من أساطير المغرب تحياتي ليكم بزاف طبعا يا جدعان ويت في كل فيديو لعلو لازم يعمل انترو جديد فحرفيا ديت حاجة جمدة قوي من أساطير المغرب ايوا بقى الفيديو بدأ والهانديكام هو كمان بدأ بس ايه ده اللي على ايد ويت ده جدأ ده تقواش متجريبا طب هو ازاي هو مش مسلم وعمل واشم انا معرفش بس انا مليش دعوة ربنا يسمح ويت بقى كل حاجة عنده أحمر مفيش أصفر ايه جتهيت والله بخصب كله أحمر طبعا بقى اللقطات ضيت من عالم تاني ويت لازم يعملك أحسن حاجة علشان تستمتع كده وانت بتشوف الفيديو فحرفيا جمدان طبعا انا عايز اقولكم ان ويت حاطط موسيقى حماسية في الفيديو بس طبعا انا مش حارضها فبالش ناخد زنوب بس تعالوا كده بقى نركز مع الفيديو ونشوف بقى الجمدان بس حرفيا انا طولت الفيديو مركز مع الهندي كام ومع الواشم انا مش عاوز اظلمه واقولك ان الواشم اللي هو حطه ده واشم حاجيجي فانتوا عارفين الواشم اللي احنا كنا بنحطه على يدينا واحنا صغيرين وبعد يومين بيطلع فتجريبا هو ده فتعالوا بقى كده يا جدعان نركز مع الفيديو بقى ونشوف الجمدان كل حاجة عنده أحمر مفيش أصفر غير لاطتين بس شفتهم كده طبعا ويت بقى بيلعب واحد ضد اربعة سولو ضد سكوات لقيب يا جدعان بالإم بفورتي الإم بكارتون جامل طبعا انا اللي بقول عليه الإم بكارتون هو اسمه الإم بكارون والإم بفورتي فأنا اللي بحبه هزر كده شايفين بقى لعبه بالشوت جن جامل طبعا اللاطة ديه تمثيل يا جدعان وبيستعرض بقى مهاراته وكده في اللاطة دي بس يقالي محدش يقدر يستعرض المهارات ديه انت لما تجد استعرض مهاراتك مع واحد صاحبك مش هتضرب في رأس العدو انت هتضرب في حاجة تانية خالص في التوتة انا مستغرب طولة الفيديو محدش راضي يدمجه ولو طالجه واحدة بس فطبعا هو مستعرض مهاراته بس بس طبعا مهاراته جامدة بقى شوفوا بقى الاستعراض يا سلام على الوان تاب يا سلامه وكمان منتاج ومتعة في الحركة يا جدعان وسرعة فحرفيا جامل بصوا بقى اللاطة ديه اي حد حيبص من شباك حيديله في دماغه ادي بقى الاول والضعطة ديه اتيا كمان اي حد حيبص من ورا التلجه حيديله في دماغه بالشتجن ونصر الصحراء يا سلام تقريبا كده علشان توصل للمستوى اللي ويتوصل له ده لازم تلعب 24 ساعة في التدريب متواصلين بس حرفيا برضو عمرك ما هتوصل للمستوى ده انت طولة عمرك بوت وانا كمان ابوت منك طبعا يا جدعان محدش ياخد الكلام على نفسه انت لو بتلعب بفريفير كتير فاكيد طبعا هتكون اسطورة فما فيهاش هزار ديه بس عمرك ما هتوصل للمستوى ويت يعني ويت ده انا ما عرفش واق لا ابو كده مش طبيعة يا جدعان جامد طبعا يا جدعان فوقوكم الكلام اللي انا بقوله ده فانا عايز اشكركم على 40 الف متابع حرفيا مش عارف اقول لكم ايه ومعا كل الـ 50 الف والـ 60 الف والـ 70 والـ 80 والـ 90 وان شاء الله هنوصل 100 الف بيكم انت فاكيد شكرا يا جدعان يلا بحركز في الفيديو الجامد ده ايه مويت حرفيا جامد في الشوتجن ايه ده هو عامل جليش الكرمينال ولا ايه يا جدعان انتو عارفين ان ويت معتزل سنة ولعبه اسطوري بالشكل ده طب ازاي ان لما اعتزل شهر بس وارجع للعبة بكون بوت 180 درجة فهو ويت بيعتزل الى اليتيوب مش هفريه فاير تجريبا ايه ده جليش الكرمينال ايه جليش ده يا جدعان ده بازاي انتو مرحظين يا جدعان ان شخصية انا دروه لابسة الكريمينال بس فين وش الكريمينال ايه الجليش ده لحظة بس يا جدعان هو فين الهند كام يا ويت انت شيلته ليه لا بس بجد يا جدعان ويت ايمو جامد بالشوتجن ونصر الصخرة بجد جامد شوفوا يا جدعان ويت طول الفيديو بيلعب بالشوتجن ونصر الصخرة هو تجريبا ملعبش غير بالان بفورتي غير مرة واثنين بس حرفيا الفيديو ده جامد برعاية الشوتجن انا مش عايزك ترحم حد يا ويت عايزك تفجرهم بالهدشوتات ايه بقى بالشوتجن الاول والتاني والتالت ادي يا ويت ادي الرابع يا سلام سولو دو دي دي سكوات ايه ده انت بتلعب اليوم بليه ارجع الى الشوتجن تاني الشوتجن احسن ولعطاته اجمد لا لا اليوم بي جامد برضو كجدعان ايه بقى اشوف الشوتجن بقى الدبل الشوتجن يبا في حاجة جامدة يا سلام ايه ده اللعطة ديت انت كنت خططها في اول الفيديو انت رجعتها تاني ليه عادي يا عم كلنا بنغلط يا ويت اتحسوا كده يا جدعان ان لعب ويت تتغير ويت في الفيديو ده جاب 4 علاطات صفر انما في الفيديو اللي فات كله احمر مفيش اصفر بس عادة يا جدعان هو كان معتزل بقى له سنة بس حرفيا اللعبه لسه اسطورة بجد يا جدعان انا مش عارف اقولي بس الفيديو كده هيكون خلص علشان التليفون 14% وكمان لسه هروح امنتج الفيديو ونزله فحرفيا يا جدعان شكرا يا ويت الفيديو كان ممتع جدا وشكرا لكل واحد بيشوف الفيديو دلوقتي واشوفكم الفيديو الجاي وسلام